السلام يا صبايا بسم الله ولمباشر بالتحضير حطيت الطحين بقلب العجانة وهلا عم بخفق البيت على الحليب الدافي مع الخميرة والسكر والملح وبظلني أخفق فيهن هيك لا يدوب معي السكر بعد منه بحط المزيج فوق الطحين وبخلي العجانة تبرم بس شوي صغيرة تقريبا دقيقتين هيك لا يصير عندي نوعا ما بشكل عجين بعد منه بضيف الزبدة الدايبة على العجين وبخلي هلا العجانة تعجن العجين لفترة خمس دقيقة على القليلة من بعد فترة خمس دقيقة أو حتى تمنى دقيقة بصير عندي العجين بهيدا الشكل عن قرب كمينة بأرجيكم كيف بيكون قوام العجين المفروض يكون بهيدا القوام هو نوعا ما بيكون لازي بس كمينة كتير طري هيك كتير تمام والعجين هو بقلب الجات بشكله ككرة كبيرة وبعد منه برش عليه طحين وبحطه بمكان دافي هيك لا يرتاح لفترة 3-4 ساعة بستغل هلا الفرصة بأسناء مع مرتاح العجين وبحضر الحشوة وبحط كل محتويات الحشوة بقلب الجات وبخلطهن كتير منيح مع بعض بس بدي ضيف شغلة بالنسبة للكشمش يلي ما بيتواجد عنده الكشمش فيه طبعا يستبدل الكشمش باللزبيب الكشمش هو عبارة عن فوبيكي وشكله مثل العنب وبتنشف نفس طريقة اللزبيب الفرق ما بين الكشمش واللزبيب معروف عن لزبيب بتعمه وحلو اما ان الكشمش جهي على حمودة هيدا هو الفرق ما بين الكشمش وما بين لزبيب وبعد 3-4 ساعة رياحة صار فين يكمل التحضير من بعد منا برق العجين على طول 40 سانتي ضرب 50 سانتي من بعد ما حصلت على المقاس المطلوب صار فيني حط الزبدة الديبة فوق العجين المرقوق وبوزع كل الزبدة بكل الاماكن والحشوية اللي حضرتها من السابق صار فيني رشة بشكل متساوي على العجين وهلا صار فيني لف العجين متل ما شايفين بهيدا الشكل قبل ما وزع العجين بقلب الثانية لازم ادهن الثانية بشوية زبدة وبشوية طحين امقطع لفة العجين اللي حشيتها ولفيتها تقريبا بسماكة 5 سانتي وبصير صطفن بقلب الثانية المدهونة هيك بدون فراغات ليكونوا لازقين حد بعض ومرة تانية بيرجع بغطي العجين وبخليه لفترة 3-4 ساعة يرجع يرتاح ومن بعد 3-4 ساعة رياحة صار فيني ادهن العجين بالحليب وبحط العجين بقلب الفرن يلي انا حميته من السابق على درجة الحرارة 180 خبست البريوش لفترة 20 او 25 دقيقة وهيدا الشي بيرجع حسب الفرن اللي عندكن وحسب الرغبة يلي بيحب فيه كمان يجحس صوصة السكر بس طبعا لازم قبل منه يكون البريوش بارد ويلي ما بيحب صوصة السكر فيه كمان بعد ما يبرد الكاك تستخدمه سكر بودرة وصوصة السكر صارت جاهزة للتزين بهيدا الشكل وبضيفها على البريوش ومتل ما حكيت يلي ما بيحب صوصة السكر فيه يرش على البريوش بسكر بودرة من بعد ما جمت صوصة السكر صارت فيني قطع البريوش بهيدا الشكل ويلي بيحب فيه يقدم البريوش مع الفانيليا صوص الفانيليا صوص بتعطيه للبريوش طعم إضافي غير شكل رح حط لكم الرابط عن الفانيليا صوص بقلب صندوق الوصف وإن شاء الله يكون هيد الوصفة نالت أعجابكن وكانت مفيدة وبتمنى منكن نوعا ما من الدعم وألف صحة وهنا مع وصفات إم علي ترجمة نانسي قنقر عزيزة المشاهدة عشان ما يفوتك أي نشاطات من نشاطاتي تابعيني من اليوم على قناتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر